قبل استشم ان انا راجع فقرة طويلة واشوف ايه واقع مني فلاقيت ان اثنين دول هم اللي واقعيني مش حافظوا معهم قويس اللي هم معاني درس؟ الدرسين اللي تحت دول اللي هي بتاعت الطوارق دي الاسفعات الاولية والطوارق والدرس اللي تحته بقى اللي هو بتاع من اول التوارق صح؟ والدرس اللي بعده بتاع النجار بنى التطاريس وتصميم العلامات التجارية ماشي المحور التاني يعني المحور الروبعي طب انا عايز اكوا تتجربوا المطال ان انا مش عارف كده اشتغل سواني بس بقى انا هنقفل المايك وركزوا معايا لو سمحتوا انا قفلت المايك بقى معليش مزعلوش عشان تسمعوني عشان ارجعلكوا الدروس اللي انتوا آآ مقلقين منه احنا قلنا الشراب الطبيعي والصناعي انا عندي 3 انواع من المشروبات عندي الشراب الطبيعي التازة وعندي الشراب الطبيعي المعلب وعندي الشراب الصناعي ايه الفرق بينهم وازاي يجي للاسئلة فيهم اول حاجة ان الشراب الطبيعي التازة ده قلنا ان احنا اللي احنا بنعمله في البيت بننزل نشتري الفكهة نخسلها كويس نحطها مع ماء وسكر وندرابها في الخلاط وبعد كده بنشربها طيب ده بيبقى فيه اجزاء من الفكهة بيبقى فيه اجزاء من الفكهة لان احنا اللي بنعمله بنفسه وده طبعا مفيد جدا ده قافية حاجة فيه عند الشراب الطبيعي المعلب وده برضو هو هو بس الفرق ان احنا بنزود له مادة حفظة وما بيكونش فيه اجزاء من الفكهة الوحيد اللي بيبقى فيه اجزاء من الفكهة اللي هو الشراب الطبيعي التازة المعلب بيبقى فيه مادة حفظة هو برضو بيخسله العصير وبيصفوه وبيحطوله مية وسكر وبيحطوله مواد حفظة عشان تحافظ عليه يقعد فترة طويلة لكن الشراب الطبيعي التزل والفرش ده ما بيعودش فترة طويلة ده بنشرابه على طول بنعمله ونشرابه على طول بنفعش هسيبه كتير في التلاجة بيبوس المعالب بيحطوله مواد حفظة عشان يقعد معي فترة طويلة وما فيوش أجزاء من الفكهة يعني لو جي قالك شراب يحتوي على الفكهة ولكن لا يحتوي على أجزاء من الفكهة تعرف أنه الطبيعي المعالب تمام عرفت الفرق بينهم طيب عندي الشراب الصناعي والشراب الصناعي ده اللي هو بقى اللي احنا بنشتريه من بره ده ما بيكونش فيه فكهة خالص بقى ده ما بيكونش فيه أي فكهة خالص طيب بيبقى فيه ايه بيبقى فيه مية وسكر وألوان ومنكهات يعني مثلا عايزة عصير فراولة بيحط لي طعم الفراولة بيحط لي لون الفراولة المنكهات دي بتبقى رخيصة بتبقى أرخص من المشروب الطبيعي لأن طبعا مشروب طبيعتنا بيحط فيه فكهة والفكهة أغلى طبعا من المنكهات اللي هي الألوان اللي هما بيحطوها والطعم فإذن أنا عندي الشراب الطبيعي والشراب الطبيعي المعلب الشراب الطبيعي الطازة والشراب الطبيعي المعلب اللي اتنين فيهم فكهة اللي اتنين فيهم فكهة بس الطازة فيه أجزاء من الفكهة وفرش خلاص انا بعمله وبشربه على طول لكن الطبيعي المعلب دوت بقى بيخسله الفاكهة وبعدين بيحطوا لها مواد حافظة وما فيهوش اجزاء لا يحتوي على اجزاء من الفاكهة تمام؟ كده فهمنا الجزئية دي طيب عندنا اللبن واللبن برضو فيه اسئلة بتجيلي فيه مهمة جدا احنا قلنا ان اللبن سهل جدا ان هم يغشوه طب انا عندي ثلاث حاجات بقدر اغشي عندي المية وعندي الفورمالين وعندي مادة النشر لو جي قال لي في السؤال قال لي اللبن مخشوش وانت بتحصل على عناصر غذائية قليلة او قليلة من اللبن هتعرف ان هو مزوده مية لان المية مش هتضرني اه انا هشرب باللبن اللي فيه مية ده ومش هنضر يعني مش هيتعبني ولكن فيه عناصر غذائية قليلة انا مخدتش قيمة اللبن كلها انا مخدتش العناصر غذائية اللي موجودة في اللبن كلها لان هو مقللها او مزودها مية يبقى لو نشربناه ومضرناش بحاجة يبقى ده مية طيب لو جي قال لي ان اللبن محافظ على قوامه او محافظ على انه يفضل تازى فترة طويلة في الحالة دي بقى مادة الفورمالين الفورمالين دي مادة حافظة ومادة خطرة جدا بيدفوها لللبن عشان يفضل تازى الفترة طويلة طيب لو جي قال لي اللبن يتم اضافة نقط لللبن عشان يحافظ على القوام بتاعه يكون متجانس وبعد نزع المادة الدهنية بعد نزع المادة الدهنية دي المادة الدهنية دي اللي هي القشطة اللي بتبع موجودة في اللبن انت لو جيبت كيلو لبن كده وحتطيه في حلة وحتطيه في التلاجة تاني يوم هتلاقيه مطلعلك القشطة كلها على الوش لو شلت القشطة دي كلها هتلاقي اللبن بتاعك خفيف طيب لو انا بعت اللبن بالاسلوب ده الناس هتعرف اللي انا غشاه طب عشان هضحك على الناس بقى هعمل ايه بضيف له مادة النشا النشا بيتقل لي اللبن هيتقله لي وهيخلي ان هو تقيل وكوامه وتقيل اكدني مشلتش منه مادة دهنية فدي برضو من الحاجات اللي بتغش اللبن يبقى عشان احافظ عن اللبن طازة هحطله فورمالية لو زودت كمية كمية نقط في اللبن ولكن لا تدريني مثلا او ما بحصلش على عناصر غذائية كاملة من اللبن يبقى ميا عشان احافظ على القوام اللبن يكون متجانس بعد نزع المادة الدهنية يبقى مادة النشا تمام دول اهم حاجة فيك عندي بعد كده اعطلوكو اهم حاجة اه لو جي قال لي ايه طرق الحفاظ على الطعام عندي خمس طرق التكفيف والتجميد والبسطرة والتمليح والتعليم كل دول من طرق الحفاظ على الطعام عندي كمان اربع اه مواد حافظة بندفهم للبن بندفهم سوري بندفهم للطعام المعلب علشان يحافظ عليه فترة طويلة اللي هو حمد الستريك والاكسوبريك والنتريت والكابرتيك كل دول بقدر ادفهم للحاجات المعلبة اللي احنا بنشتريها من بره بقى اللي احنا بنشتريها من بره بقى لايه علب الصلصة علب الفول علب الدرة الحاجات دي كلها بيبقى فيها مواد حافظة عشان نقدر نحافظ عليها فترة طويلة لتكفيف وتجميد وبسطرة وتبليح وتعليم دولة من طرق الحفاظ على الطعام وبنزود مواد حافظة للحاجة المعلبة علشان تفضل موجودة فترة طويلة والمواد الحافظة اللي هي حمد الستريك الاكسوبريك والنتريت الكابرتيك لا مش هفتح المايك علشان مش هتفهمه حاجة وكله بيتكلم في وقت واحد ومش هتفهمه ولا انا هاعرف هتكلم فخلينا بس نخلص الدروس وبعد كده اللي هندهله هو اللي هيحل معي ماشي المخللات السريعة لو جي قال لك مثلا المخلل بيقعد اسبوع في التلاجة وعملينه في وقت سريع ده المخلل السريع وده بنستخدم له ملح وخلي بنحطه اسبوع واحد في التلاجة وبعد كده خلاص ما ينفعش نستخدمه اهو الدرس بتاع الاسعافات الاولية وحالات الطوار احنا اول حاجة انت شفت واحد مرمي في الارض طيب اول حاجة هتعملينها ايه في الراجل ده هتروح تقيمي الوضع بتاعه يعني تشوفي اذا كان بيتنفس فيه هوا داخله ما فيش هوا داخله وهكذا بتبدأ تشوفي الوضع بتاعه بتقيمي الوضع بتتحققي من ان هو فيه تنفس ولا لا بعد كده هتبدأ تدخلي التدخل التخطيط للتدخل احنا بنتصل بسيارة الاسعاف مية تلاتة وعشرين طيب عقبال ما سيارة الاسعاف تيجي هنعمل ايه هنقدر الوضع يا جماعة بتكتبوش على الشيط تقدير الوضع تقدير الوضع ان احنا هبدأ افحصه بقى اشوف ايده فيها نزيف رجله فيها نزيف فيه خدشات فيه فيه حاجات طفيفة على الوش كده قدر ان انا عالجها بالاسعافات الاولية ولا لا بعد كده ببدأ ان انا ادخل اتقدم بيه الاسعافات الاولية بعالج بقى الجروح والاصابات الطفيفة اللي هي على الواجهة ليه على الوش باستخدام الاسعافات الاولية طيب لو لقيت فيه نزيف في رجله لو بلقيت فيه نزيف ببدأ ان انا اجيب قطعة قماشة نظيفة وبضغط بيها على نزيف كويس جدا لحد ما النزيف يقف بعد كده برفع رجله على حاجة عالية وبعدين بنضف الجرح كويس وبعد كده بعمل ضمد للجرح يعني بجيب بقى الشاش والفه عليه خلاص انا كده طهرت له الجرح ووقفت له النزيف طيب لو انا عايزة فوقه اللي هو مغمى عليه وضعيت الافاقة ان انا برفع دراعه اللي هو قريب مني بزاوية الفوق كده باتني رجبته التانية اللي هي بعيدة عني الرجبة اللي هي بعيدة عني بابدأ ان انا اتنيها وبعدين بضحرجه على جنبه وبعدين برفع دماغه الفوق عشان مجرى التنفس عشان يقدر يتنفس كويس تمام بعد كده اتكلمنا على تصميم وتنسيق الحضائق وقلت لازم عشان نعمل الحضائق لازم نختار التراث بتاعها حسب المباني اللي موجودة حواليها المكان اللي هي موجودة فيه اشوف الاشجار اللي انا او النباتات اللي انا هزرحها هتوصل لما تكبر هتوصل طولها لحد فين عشان لو كبيرة اوي ما ينفعش ان انا ازرحها جنب مبنى يكون قريب منها فهتغبط فيه او يكون جنبها شجر اقصر منها فهتغطي عليه فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي انشاء مساحات مختلفة انشاء مساحات مختلفة زي نعمل ممرات والبروجلات والمقاعد النفورة علشان تعمل اصوات الهدوء والاسترخاء النباتات والاشجار والشجيرات لازم برضو نكون مخليينها موجودة جنبها طيب اختار النباتات والشجيرات والاشجار حسب نوع التربة اللي موجودة في الحديقة احنا قلنا قبل كده السنة اللي فاتت قلنا ان احنا لما بنيجي نزرع لازم اشوف النبات بتاعي ده المناخ اللي هينسبه ولا لأ التربة اللي انا هزرع فيها هتنفع مع النبات دوت ولا لأ لأن كل نبات بيبقى محتاج تربة معينة بيبقى محتاج كمان بيبقى محتاج تربة معينة وبيبقى محتاج جو ومناخ مناسب يعني فيه نبات يشرب كتير فيه نبات يشرب قليل فيه نبات يحب شمسي فيه نبات يحب ظل فلازم ناخد بدنا من الحاجات دي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وأصفر وتبعث الحيوية والنشاط بعد كده اتكلمنا على تصميم العلامات التجارية ودخلت نفسنا اللي فاتت وقلت ان انا لازم اعمل علامة تجارية للشركة بتاعتي عشان الناس اللي اما تشوفها تعرف انا ببيع ايه اللي انا بقدمه لهم ايه طبيعة الشركة بتاعتي مين العملاء اصلا اللي انت مستهدفهم انت عايز اطفال يعني منتجات بتاعك خاصة بالاطفال ولا خاصة بالرياضيين ولا خاصة بكتب ولا خاصة بايه بالزبع عندنا برضو لونين واحنا بنعمل العلامة التجارية الالوان الهادية لو انت عايز تعمل الطبع بتاعك رسمي وفيه الالوان الحيوية لو انت عايز تعمل الطبع بتاعك غير رسمي الهادية للرسمي والحيوية للغير رسمي طيب عندي تصويق البصري وطرق عرض السلع قلت ان احنا بنعرضه على شكل هرمي او استواني علشان يلفت النظر اكتر عندي بعد كده فن التطريز والتطريز احنا قلنا عليه ده يدوي بنستخدم فيه اللقلق والترتر علشان نزين به عندنا غرزتين غرزة السراجة وغرزة الفرق غرزة السراجة دي بتبقى فيه فراغات ما بين كل غرزة وغرزة سواء متساوية أو مش متساوية غير متساوية سواء متساوية أو غير متساوية بيبقى فيه هي بتبقى خطوط متقطعة يعني بتبقى خيط وبعد كده باخد مسافة وبعدين خيط وباخد مسافة زي كده خيط وخيط وخيط وكده بيبقى فيه مسافات في النص هي يبقى دي غرزة السراجة غرزة السراجة دي بنزين بيها المفارش والملابس خياطة قطع القماش مع بعضها ماشي يا معايز اكتب السؤال بتاعك بعمل بعض العلامات بتعمل بعض العلامات على الملابس ماشي عندنا غرزة الفرع غرزة الفرع من الغرز الأساسية الأكثر شيوعا ودي بستخدمها عشان نعمل خيط رفية عشان نحدد الأشكال المطرزة زي الأزهار يعني بنزخرف بيها المكان بنحشي بيها المكان ما بيكونش فيها فراغات بقى زي غرزة السراجة تمام يلا هنبدأ نحل في حد عنده أي سؤال اللي عنده سؤال يرفع عيد معايز معايز محمد عنده سؤال طيب هفتح لك المايك يا معايز افتح المايك افتح المايك يا معايز ماشي نعم انا كنت عايزة يسأل حضرتك كمس يعني كان فيه السؤال الجالي كده في الثبار كان بيقولي يعني لما لما اللبن يعني بيفصد بيشترك مش عارف بيفصد يعني بتبقى الطبقة اللي فوق دهنية لما مش عارف ايه ده السؤال ده انا حترت فيه نعم انا ما فهمتش السؤال ماشي انا عايز دي اولا 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 انت عشان تحافز على اللبن لمدة اطول او تحافز عليه اه 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 يفضل تزع لطول صح اللبن لما بيبوز يا ميس اللبن لما بيبوز بيفسد كاتب للاختيارات بيبقى لون واصفر ولا بيبقى فيه طبقة دهنية كده عليه من الفوق صراحة احترتك في этот سؤال чи ايه تاني الاختيار التي تلت ايه من الصراحة للاختيارات التانية طبقة دهنية او لون واصفر شعار شف اللي السؤال وهتهول عشان مقدرش اجاوبك عليهم لغير ما شوف الليت شوز بزعتك ولا فاهم السؤال الاصري حاول تجيب السؤال كده حاول تمام ما يشتعل اجاوب بقى طالما فتحت لك الماء تمام تضاف الى اللبن الالوان والنكهات والمحليات الصناعية كي يحب بريمون الاطفال كبار السين مشروبات اللعبان المختلفة الاطفال الاطفال صح مش كم كم من ين اشتركوا في القناة 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 صح يمكنك معالجة الاصابات والجروح الطفيفة باستخدام باستخدام حقيبة الاصابات الاولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصلاحية شطورة عمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرجبة المثنية تمام صح رائحة الطعام الحادة دليلا على جفت الطعام في خطوة نقطة قاعدة فحص الشخص فان هناك حاجة إلى المسيط لإمام الإجراءات والتدابير التخطيط للتدخل لا الخطوة اللي احنا بندق بقى ايه نفحص الشخص فيها عشان نشوف ممكن نتدخل نعمل ايه ما هو التدخل دي اللي احنا اتصلنا بالإسعاف خلاص بعد كده هبدأ اعمل ايه تقدير الوضع ان انا بقدر الوضع تقييم الوضع دي اول حاجة انت بتقيمه بتشوفه سكان صحي ولا ميت ولا في نفس ولا مفيش وهكذا تاني خطوة بنبدأ نتدخل ان احنا بنتصل بالإسعاف عشان تيجي تغدير تالت حاجة هنبدأ نقدر الوضع عشان نشوف اذا كان فين زيف في ايده وفين زيف في رجله وهكذا ابدأ ان انا اسعد يبقى تقدير الوضع دي دي اللي بفحص فيها الشخص كمل تمام من الادوات الكهربية التي تستخدمها نوات وادوات الصنفار المثقاب تمام نوات ذي الرطوبة من الاطعمة بحيث لا ينمى عليها اي من العفن او البكتيريا التكفيف التكفيف صح شكرا 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 يا عمر برافو يلا يا سامة فتح المايك يا سامة سامة فتح المايك ايوا يا تيتسر يلا تعاين تيتسر احنا مش مكروض حالينا ده اكتر من مرة قبل كده لا احنا بنعيد بقى ده الفاينال ممكن نكونوا حاليته اللي هو بتاع شهر اربعة وثلاثة بس هو اصلا في اسئلة متعادة طبعا السادات فاينال بتاع المنهج كله هي الخطوة التي يتم فيها تحقق من نوع الاصابة التي اصيب بها الشخص تقدير الوضع تقريم الوضع تقريم الوضع تخطيط للتدخل تقريم الوضع تقريم الوضع تقريم الوضع صح تشمل طرق الحفاظة التي يتم اتباحها في المصانع والمنزل التكفيف والتجميد البسطرة والتعليب ألف وباق معنا ألف وباق معنا يا تي سور تمام صح توقع تحطيط في قوة عدد تحطيط تحطيط تتطيع تحطيط 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 الكاف النزيف صح لا يعد اضافته للبن امرأة خطرا لكنك تدفع كثيرا من الماء المقابل القابل من اللبن لا يعد اضافته اللبن امرا من اكثيرا من الماء المقابل قليل من اللبن الماء الماء صح تعمل على اطالة فترة صراحية شراب مدى الحفزة تمام شطور يساعد على النمو حمال جهازنا المناعي اللبن العصر الصناعي المشربات الوسيقى اللبن ماشي تمام اول مراحل تحضير وتجهيز الشراب الطبيعي المعلب هي غسل الفكهة جيدا هرس الفكهة غسل الفكهة جيدا غسل الفكهة جيدا thank you ناخد مين اللي جاءه بينزل ايده عشان ما نطلق بطش مريم مصطفى احن مايك يا مريم تمام يلا رقم 20 زي لم تستجب الشركة المصنعة لشكويتك او اخبروك انك سبب المشكلة ممكن الاتصال بيك مصلحة الضرائب لأ هتبقى جهاز حماية المستهلك دو احسل بيهم لما بنلاقي فيه حاجة في الاكل بايزة او اشتريت علبة حاجة معلبة وتكون بايزة من جوه فطبعا ما نتصل بالجهاز حماية المستهلك ماشي كميلي عند اعداد نقاط اخلاط الاطعامة المختلفة للفواجة والالوان الجهازة يكون معامل مع السكر الشراب الصماعي تمام صح اول خطوات التي يجب القيام بها في حالات الطوارئ الصحية تقييم الوضع تقييم الوضع صح بروف تتسبب نقطة موجودة في الزجاجات تخمر المشروبات وفسدها المايكروبات تمام اذا كان المصاب فقدر الوعي يستمر في موقع المصاب وتنفسه حتى وصول المساعدة جسل نبض جسل نبض تمام عند تطمية العصير يخلط السكر عندما يكون السائل ساخن ساخن صح شطور العمال يرتدون نقطة لحماية المنتجات من التلوث أليف وباق معا أليف وباق معا صح إذا ظهر في اللبن حلقة ضدقاءة وبنفسجية بعد إضافة قاطرات من الحبر الكبريتير فهذا يعني ما يحتوي على المادة الفورمالين الفورمالين صح برافو شطورة شطورة اللي ما جاوبشي بس هو اللي يرفع عيده بقي نزل أيدي عبد الرحمن افتح المايك يا عبد الرحمن بس حتى يلا 28 20 في نقطة يضاف إلى العصير الماء والسكر عند تحضير الشراب الطبيعي المال يضاف يضاف إلى العصير رفلت الماء كله افتحه لك تاني ماشي افتح تاني يا عبد الرحمن وما تقفلهوش افتح المايك يا عبد الرحمن مرحلة التعباء صح يحتوي اللبن على نسبة عالية من العناصر الغذائية والدهون والبروتين والفيتامينات ايه هتاخد ايه الف وبماء تمام صح اضيفها معامل التصنية لكشف الطعام تدوم الفترة اضيف مواد الحفظة المواد الحفظة صح من الطرق التكفيش المنزلية التكفيش ألف وباء معام ألف وباء معام صح يعمل لتطوير علامة التجارة قوية ويتعرف عليها العمال ويثكون ويثكون فيها المشكلة يعمل مصمم المصمم صح يجب ألا تزرع شجرة طويلة من قرب من مبنى صغير يساكن عصير طبيعي قبل التعبئة لقاتل بميكروبات تكذب انتباه العميل إلى العلامة التجارية معينة على أهراف ما تكذب انتباه العميل إلى العلامة التجارية برافو شطور اللي جاوب بس يا جماعة يرفع ايدو عشان ما تلغبطش أحمد افتح الماء كي السلام عليكم عليكم السلام زيك يا أحمد يلا يا كوكو جاوب يا ستة وثلاثين ماشي ماشي يصنع من اللبن منتجات عدة ومنها ألف وباء مع تمام جميع أشكال التكفيف تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة مرتفعة الخطوة التي تخطط فيها لكيفية المساعدة حتى يصل المسعفون بعد اتصال برقم عند إصابات خطرة تقدير الوضع لا لما بتبدأ ان انت تتصل بالإسعاف دي في المرحلة دي انت بتخطيط للتدخل وانت خططت ان انت تتدخل عشان تنقذ التخطيط للتدخل من عناصر الحديقة والمورات والبرجلات والنفورة النفورة صح التصميم المناسب لاختيارات العملاء والتفضيلاتهم يعد تصميما ملائما ملائما صح الألوان النباتات مثل الأحمر والبرتقالي والأصبر دعبت على حيوية والنشاط ألف وابق معا لا احنا قلنا اللي بتبعث الحيوية والنشاط الأحمر والبرتقالي دول من الألوان إيه الدافئة البردة قلنا الأغضر والأزرق تمام تانكيو يا احمد برافو اللي ما جاوبش بس لو سمحته اللي جاوب ينزل ايده ريماس جاوبتي ولا لا افتحي المايك كده لا ما جاوبتش يا ميس طب يلا تعايد تمام يا ميس تسعة وثلاثين تلاتة واربعين يمكن أن ترجل تكون كهذا للأكل في قطوة بعض زعائل تمر لمدة أسبوع تقريبا في التلاجة المخليلات السريعة صح المخليلات السريعة كل مما يلي عد من الألوان النباتات الباردة ما عادة الأخضر الأصفر بقى كل من الألوان الباردة لسه أيلنها هتبقى احنا قلنا البارد اللي هو الأخضر والأزرق الأصفر هو مش فيه يمسة هو أصد يعني الألوان النباتات الباردة دي اللي بتكون مثلاجة مثلاجة ولا إيه؟ لا لا هو بتكلم على الألوان الزارع الألوان اللي إحنا بنستخدمها في الزارع بترمز لإيه يعني؟ ماشي ومعادة الأصفر معادة الأصفر هو الأصلوب المستخدم في عرض بعض المنتجات وفي الترويج للسلع أصلوب الهرم الهرمي صح هي الطريقة التي يرى بها العالم شركتك هوية العلامة التجارية هوية العلامة التجارية صح تطفي أجواء وتبرز المنتجات الإضاءة الإضاءة صح براف تعد حرفة التضريف من الحرف المصرية القديمة القديمة صح يمكن لبعض أن تساعد على الوكوية من هشاشة العظمة فكر الدم الخضروات الورقية الخضروات الورقية صح غرضات تكون على شكل خطوط متقطع متساوية أو غير متساوية